أهلاً بحضراتكم في واحد من أقوى المواقع التي تم إنشاءها حديثاً في 2024 وحققت نجاح باهر فوق حضرتك تتخيل نحن بنتكلم على بيزنس حقيقي لأي حد مبتدئ أو محترف أنه يقدر يحقق من خلاله أرباح ممتازة نحن هنا لا نتكلم على استراتيجيات لها علاقة بالتسوية أو لها علاقة باختصار الروابط أو 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 نحن بنتكلم هنا على بيزنس مشروعك الأونلاين الخاص على موقع مجاني اسمه ArtPool زي ما هو ظاهر قدام حضرتك على الشاشة ده اسم الموقع وموقع قوي جداً وبالمناسبة الموقع ده متخصص في النتش واحد أو مجال واحد أنت بتشتغل عليه عشان كده قلت لحضرتك إنه هو بيزنس صريح حضرتك بتشتغل عليه وهنستخدم الزخير الستنائي فيه يعني مش محتاج من حضرتك أي مهارات أي أدوات الموضوع من أسهل ما يكون والموقع مالوش علاقة برضو بمواقع زي مواقع اتباع عن الطلب لا هو متخصص في مجال واحد هنشوفه مع بعض حالاً ألا وهو اللوحات المعمولة بالرسم الألوان المائية بص حضرتك دي كلها لوحات حقيطية سواء لاند سكيب أو بورتري وكلها لو حضرتك لحظت معمولة بنظام الألوان المائية طيب كمان اللي بيميز الموقع ده لما بيجي المشتري يشتري بص طبعاً هو فيه كزا نوع من اللوحة الحقيطية فيه عندك الميتر برينت ودي اتكلمنا عنها كتير قبل كده عندك الفاين ارت عندك الكانباس اللي هي الفريمات اللي بتبقى في البيت بتاعتنا كلها وعندك الفريم برينت طيب الجميل كمان ان انت ممكن تشوف التصميم دوت لو دوسنا على روم فيو ممكن تشوفه في ممكن مسلا تشوفه شكل عاملي ازاي في مش بس كده انت ممكن كمان تغير في لون الحطة بما يتناسب مع التصميم بص معي مثلاً لو التصميم ده في شوية الوان قريبة من اللوحة فهنا ممكن اخلي آآ لون الحطة برضو بيبقى قريب عشان انا كمشتري اعرف الحد ده انا هشتري التصميم ده ولا لأ بما يتناسب آآ لون الحطة عندي والكلام ده كله فهنا الموقع بيساعد المشتري ببعض ببعض المميزات اللي يشتري بيها طبعاً كل ما هو بيخش يختار التصميم بتاعه بيشوف المقاسات كلها. طبعا كل مقاس لازم يختلف في السعر. يعني بص اول مقاس اللي هو العشرة في العشرة بتلاتة وتلاتين دولار. لو راحنا على مقاس ستاشر في ستاشر بقى باربعة وستين دولار. طبعا عاوز اقول لحضرك ان انت اللي بتحط كمان السعر بتاعك. يعني انت كمان ممكن تعرف الناس بتبتدي تبيع من اول كان بالزبط وانت تبتدي تحط اقل منهم شوية عشان يبقى ليك فرصة في تحقيق اربعة. عاوز اقول لك ان الموقع بيدعم تصميمك انه يظهر كمان في الصفحات الرئيسية بتاعته. يعني ما. لا تتوقع ان الموضوع صعب او الموضوع بيحتاج تسويق. ده انا هوريك كمان فيتشارز في الموقع ده جماعة. الموقع بيسمح لك بربط حسابك اللي موجود على ارتبول بحسابك على الفيسبوك او الاستجرام اي تصميم وحضرتك هتنشئه بشكل اوتوماتيك بيتم آآ نشره على الفيسبوك او الاستجرام. يعني كأنك مش تلزم بقى تروح تحط هناك التصميم مرة تانية وتسوقله لأ. ده انت انشأت التصميم بتاعك هنا في نفس اللحظة بيتم نشره في الفيسبوك والاستجرام. وطبعا فيه كمان خاصية مميزة تقدر تكسبك دهب على الموقع ده هوريها لك. ولكن واحنا بنشرح تطبيقنا العملي على موقع النهاردة الرائع والاقصر المتميز واللي قسما بالله لو شفت تحدي شرحه قبل كده في الوطن العربي ياريت تسيبولي تحت في التعليقات تحدي. آآ يعني انا الحمد لله بفضل الله وبفضل دعم حضراتكم بحاول اجيب لكم الشغل الحقيقي الشغل المزبوط اللي حضراتكم ينفع تستفيده من خلاله وطبعا هم هنا بيوفروا كزا طريقة تسحب بها أرباحك. عندك الفيزة الماستر كارد ديسكافر امريكان اكسبريس شيك بيبل عندك الانزمة دي كلها ينفع ان انت تسحبها وعندك كمان آآ نظام ان انت تسحب أرباحك على البنك عادي جدا. طيب بس في تركيا في نظام الساحب ده لازم تبقى متابعة معي عشان تبقى فاهم ما فيوش اي مشكلة والله ومتاح للجميع والموضوع كله من اوله الاخره متاح لكل دول العرب ومتاح لأي مبتدئ هيشتغل وينج ويربح والدنيا هتبقى فل وجميلة مع الكل. كمان عاوز قبل مبدأ بالشرح العاملي والتطبيق العاملي افكر حضراتكم بالجي فاوي اللي ترحاها القناة واللي قميتها خمسين دولار هتقدم لخمس فائزين يوم الجمعة القادمة طبعا الفائزين الصابيكين تم الاعلان عنهم آآ امس على قناتنا على تليجريم لو حابين تروحوا برضو تكونوا من اعضاء اسرة فكرة تانية هناك بس تبدوكم لينك التليجريم في سبوك واتساب في صندوق الوصف. المهم اللي عاوز اشترك فيه المسابقة وال جي فاوي الاسبوعية دي فيه شروط بسيطة هي ان حضرتك بتعمل اللايك للحلقة اشتراك في القناة تفايل زر الجرس وانك تجيب على سأل المسابقة اللي هبتدى اتراح بشكل عشوية خلال مدة الحلقة طبعا الشير مهم جدا وكل دوت مهم لان لو حضرتك من الفائزين بطلوا بتحقيقك للشروط آآ كاملة متكرنة يلا بنا نبدأ في الشرح العاملي والتطبيق العاملي طويل تعليقه في المقدمة ولكن كان واجب علي ان انا احط بعض النقاط المهمة لحضراتكم قبل ما نبدأ في الشرح العاملي معكم اخوكم مبارك ودي قناتكم فكرة تانية لكل ما تعمل بالربح من الانترنت طيب شباب مبدئيا عشان تعمل حساب على الموقع انت بتعمله وتشتغل في نفس اللحظة مش محتاج بقى وقت مراجعة مش محتاج اي حاجة من الكلام ده كله يعني الموضوع كله مجاني كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس هنا على يورو ايميل وتحط الايميل بتاع حضرتك بتعيد كتابة الايميل مرة اخرى ثم انك تحط الرقم السري بتاع حضرتك في الحساب اي من تقربة create your free gallery هنا انت بتبتدي ان انت خلاص تنشئ الح حساب المجاني بتاع حضرتك بعد كده لما بتعملت انشاء حسابي يقول لك حط بقى اسم للجلل بتاعك او اسم للمتجر بتاعك يعني بمعنى اصح في الموقع فانت هنا بتبتدي ان انت تحط اسم خاص بيك فانا هنا سميته زواية كلاود استحابة البيضة بعد كده بتعلم على اختيار تمام بعد كده بتقوله حلو قوي هنا اللينك اللي هيظهر جنب اللينك الموقع نفسه طبعا هنا يا اما تحط اسم ليه علاقة بالشغل اللي انت هتعمله اما تحط اسم المتجر اللي انت حطيته طبعا الاسم كله بيتكتب من غير مسافات لان ده يعتبر لنك بعد كده هقوله طبعا شباب وجهة الموقع واستخدامه سهل جدا 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 عاوز اقولك ان هم مساهلين الموضوع فهم حضرتك تتخيل طبعا هنا انت بتحط صورة التروفايل بتاعك خلينا ارفعها جميل جدا فانا هنا حطيت خلاص اللوجو بتاعي بعد كده ممكن ان انت تعمل حاجة ظريف ان انت بتعمل يعني ايه يعني انا لو عملت كده ممكن اعمل كده ممكن اعمل كده بيتضاف في الصور الل اللي هي علاقة مثلا بالقطط collection تاني اللي هي علاقة بالنباتية بيعمل صور اللي هي علاقة بالمناظر الطبيعية collection تاني اللي هي علاقة مثلا بالفكشن او الخيال العالمي يعني على حسب ال collection بتبطي انت تضيف جوه منه الصور بتاعتك وممكن ان انت ما تعملوش خالص تبقى الصور بتاعتك مخلطة على بعض مفيش اي مشكلة ولكن collection هو نظام تنظيمي للشغل بتاعك طبعا فيه ساهم ظاهر قدامك دلوقتي بيقولك ان انت من خلال اد ايتيم ستقدر ان انت ترفع الشغل بتاع حضرتك طبعا ان بترفع اي انت بترفع الصورة اللي هي بعد كده بتتحط على الفريمز اللي انت شفتها طيب بتدوس على قد ايتيمز بالشكل ده طبعا بيقول لك دي التفاصيل المهمة اللي لازم تبقى آآ موجودة في الصورة بتاعتك ان الكواليتي بتاعتها تبقى عالية معالهاش اي ووتر مارك الريزيليوشل بتاعها على الاقل يبقى الف ومتين بيكسل كل ده ما تقلقش منه هنرفع مع بعض الصورة بنفس الخطوات اللي انها اشتغالها مع حضرتك اشتغالها معي هترفع احلى شغل باذن الله تعالى على الموقع ده طيب بعد كده انت قريت الكلام ده كله طبعا الصورة بتاعتك الصيغة بتاعتها بتبقى جي بي جي بي اني جي او جيف او بي ام بي يعني ممكن حتى ترفع جيف ولكن انا شايف ان طبعا ده اه الجيف دي صيغة لا تسطح للشغل فانت شغل على جي بي جي او بي اني جي طيب عاوز ترفع صورة بتابقى ايه بيدوس على سليكت اميش عشان ترفع صورة طيب قبل ما نخش جزئية دي لازم نبقى فاهمين منين يا مبارك نجيب الصور ومنين يا مبارك نقدر نعمل تصميم ظاهر انه معمول بالالوان المائية طبعا لازم التصميم بتاعك يبقى الستايل بتاعه او الطريقة اللي اتعامل بيها بنظام الالوان المائية تعالى وليك ازاي تمام شباب افضل موقع تستخدمه هووقع ايديو جرام سهل مجاني وبيتلع نتائج مبهرة جدا جدا بجد خطيرة يعني اهم حاجة البروميت اللي انت تستخدمه او الوصف اللي انت هتستخدمه لازم تكتب وصفة في كام كلمة مفتاحية عشان انت تطلع لك التصميم الخاص بالفن المائي او الالوان المائية ركز معايا انا هنا بتقيت ان انا هحط او او وصف معين للصورة اللي انا عاوزها ولكن ركز معايا ان الاول كام كلمة دي مهمين create a detailed water color style portrait for او off and وتحط ايه التصميم او الحاجة اللي انت عاوزها عشان يعملها لك ولكن الجزء اللي انا بعلملك عليه ده لحد هنا ده اهم جزء انت تكتبه ده اهم جزء انت تكتبه عشان يطلع لك اللي انت عاوزه طبعا من على الشمال انت عاوز التصميم بتاعك ده portrait landscape مربع مش هتفرق كل المقساة دي مقبولة على الموقع بتاعنا مفيش فيها اي مشكلة ولكن حبيت بس ان انا احطي لك الجزئية دي طبعا ان انت تقول زي painting should وتحبتين ان انت تحط كلمة painting او water color diet زي ما انا حاطت كده في الوصف بتاعي دي دي كلها مهمة لانها بتطلع التصميم زي ما انت عاوز اوكي طيب كل ما انا هعملته الوقت ان انا هادوس على كلمة جنيريت ولكن انا ممكن اختارها تبقى land escape بعد كده اقول له جنيريت هيبتد ان هو يجهز لي اربع صور اختار منهم الصورة المناسبة طبعا شباب النتيجة مبهرة جدا 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 انا اقول لك ان انا استلهمت التصميم ده من تصميم على الموقع خلينا يا وريك اهو نفس التصميم ده انا عملته زيه بص معي حاجة قريبة منه بالزبط بنفس الطريقة رحت اهو عملت خلينا نفتح مسلا صورة زي كده لاحظ معي اهو معمودة بنظام البنتج او بنظام الالوان المائية ويمكن تفاصيل الصورة بتاعتي كمان احسن من اللي موجودة هنا دي تحسها مش مديها تفاصيل قوية قوي ولكن هنا الالوان اه قوية والصورة مشبعة بالوان حلوة جدا البروميت اللي انا كاتبه دوت هتلاقيني البروميت لحد هنا عشان تعمل زيه هتلاقيني كاتبو لك في صندوق الوصف هتلاقيني احاطت لك ده بصندوق الوصف علشان تعمل زيه طيب خلاص انت اخترت الصورة دي عاوز ان انت اخترت صورة من الالبع صورة ولا يكون الصورة دي عجبتك خلاص وعاوز تنزلها متل ثلاثة النقاط دي د بتعمل داوي النود جي بي جي وتنزلها عندك على الجهاز ديسك توب وتنزلها يبقى دي كده كانت اول الخطوة انت عملتها. لو رجعنا بقى عشان نرفع صورة بتاعتنا. لاحظ معي ان هو هنا بيقول لك يفضل ان اقل مقاس للصورة يكون الف ومتين بيكسل. ايديو جريم لما احنا نزل نزلنا من عليه الصورة لو لاحظت معي قد لها الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين. طب افد انت عاوز تعلق كواليتي اكتر من كده. هي كده مقبولة يا خلاص الف متين وتمانينين. يعني اكتر من ال الف ومتين اللي هم قالوا عليها. عاوزين نحسن الصورة اكتر ونزبطها. عشان نبقى بنقدم شغل فيها انا الاحترافي بشغل قوي. فخلينا نشوف الموقع اللي ممكن يحسن الصورة اكتر بكتير. خلي بالك هي صورة نازلة معي كويسة جدا مش محتاجة حاجة بص معي. مهما اقرب منها هي صورة محتفظة بالتفاصيل بتاعتها. ولكن انا عاوز اعمل خطوة اضافية واحسن منها اكتر. ليه لا? طبعا لو حضرتك لو حضرت على جوجل في مواقع كتير قوي لتحسن الصور. اختار اي موقع مجاني بيحسن لك الصورة من غير ما تسجل عليها. فانا هعمل سليكت ايميج ونرفع الصورة مع بعضنا اهي. وقول له اوبن. طبعا انا هنا بحاول ان انا عالي من جودة الصورة اكتر. بخليها حاجة ما عليها شوية غلطة. هبتدي ان انا اقول له والله ان عاوز احسن الصورة بتاعتها اربع اضعاف مش ضعفين كمان فهو ادوس على اربع اضعاف بالشكل ده واستطيناه يخلص. بعد كده كل اللي هعمله انا ادوس على كلمة اوبس كيلة اللي تحت على اليمين باللون اللازرق. وانزلها بشكل مجاني تماما. اقول له داون لود. خلاص نزلت عندي على الجهاز مفيش فيها اي مشكلة. طبعا هنا التفاصيل بتاعتها بتبقى احلى واقوى بكتير جدا. بص معايا مش بتبكسل حتى اوي لما بقرب خلاص الصورة بقت قوية جدا جدا. طيب كده احنا عندنا الصورة الاولى اللي احنا نزلناها والصورة اللي احنا حسناها. طب هل الفنان الخطوة دي كانت تستاهل? ايو تستاهل. لو انا فتحت الصورة الاولانية وفتحت الصورة التانية بالشكل ده وجبتهم جنب بعض كده. لو جيت اقرب هنا مسلا على تفاصيل الصورة الاولى بالشكل ده دي كده العين. لو جيت اقرب على تفاصيل الصورة التانية بالشكل ده ادي العين التانية. طبعا فيه فرق واضح جدا في تحسين الصورة في رفع الكواليتي والجودة بتاعت الصورة مش بس كده ده كمان الصورة بتاعت اللي ما عملنا لها اوبس كيل اتحسنت في المقاس بتاع بقت خمس تلاف مية وعشرين بيكسل في الفين تمنمية وتمانين والحجم بتاعها بقى ميجا سبعة واربين ده بيخلي ان الصورة بتاعتك تتحط على اي مقاس مهما كان على الموقع بتاع ارت بول طيب كل دي كانت خطوات مهمة وضرورية دلوقتي هنروح نرفع الصورة مع واضينا نروح نرفع الصورة اللي احنا عملنا لها تحسين واقول له اوبن هيبتدي ان هو يرفعها معي جميل جدا شباب كده الصورة تم رفعها كل اللي ناقص دلوقتي ان انا ادوس عليها بالشكل ده عشان احط التفاصيل بتاعتها ايه هي التفاصيل هي عنوان التصميم بتاعي ووصف التصميم كلمات مفتاحية للتصميم بتاعي وهنكمل التفاصيل دي كلنا لها مع بعضنا دلوقتي حالا ولكن ايه لو ايكم نطرح مع بعض دلوقتي سؤال المسابقة الاسبوعية اللي قمتها خمسين دولار هتقدم لخمس فائزين يوم الجمعة القادمة لو حضرتك حبيت تشترك في هذه المسابقة الاسبوعية كل اللي عليك ببساطة انك تعمل لك للحلقة اشتراك في القناة تفعل زر الجرز انك تعمل شد الحلقة وجاوا بالسؤال اللي هتراحوا على حضرتك حالا وسؤال المسابقة بيقول ما هو اسرع طائر في كوكب الارض كل اللي عليك انك تكتب في التعليقات التحت ايه هو اسرع طائر موجود تعرفوا البشرية على الاطلاق طبعا تقدر تبحث في جوجل تقدر نتا يعني الموضوع سهل وبسيط لاي ناس عاملت تعليقات انت كمان نجاوب زيهم يعني مسهلها عليكم من الاخر هي كلها اشروط والاختيار بيتم عشوائي اذا ربما تكون حضرتك واحد من سعاداء الحظ وبيتم الاعلان عنهم على قناتنا على تريجرام او الفيسبوك او الواتساب بسيبلك انكات بتاعتهم فيه صندوق الوصف تقدر تطلع على المحتوى اللي هناك كل اللي بينزل على اليوتيوب بينزل هناك اول باول عشان ما يفوتكش اي جديد يلا بينا نكمل ونشوف مع بعض ازاي بنملى التفاصيل دي بالشكل الصحيح طيب فانا هنا حطيت عنوان بعبر عن الصورة بتاعتي حطيت وصف تقدر تعتبد على شات جي بيتي جوجل بيرد اللي هو جيميني اي حاجة بالذكاء الاسطناعية تعمل لك الوصف الاحترافي تعمل لك العنوان الاحترافي جناعا على الطلب اللي انت هتطلبه من شات جي بيتي اقول له والله انا عاوز عنوان احترافي لتصميم اه عبارة عن قطة عبارة عن شجرة عبارة عن اي حاجة اكتب لي عنوان جذاب عنوان بحسي هيبتد ان هو يديك عنوان زي كده تحطه نفس الكلام للوصف وده اللي انا بستخدمه والله مش يعني مش بقول لك حاجة انا مش بعملها ان انا بعمله بقوله لحضرتك طيب الكلمات المفتاحية وبيقولك ان كل كلمة انت بتحطها حط كومة جنبها دي كده كلمة مفتاحية فمسلا دلوقتي انا حاطيت اسم الكائن اللي انا عملت له التصميم بتاعي هاجي هنا كده جنبه واعمل كومة بعد كده مسافة بعد كده اكتب الكلمة المفتاحية التانية فممكن اعمل هنا بنتينج بورتريت مثلا بورتريت اهو بالشكل ده او ما عامل كومة تاني يبقى هنا انا عملت كلمتين مفتاحيتين طبعا كل لما تحط كلمات مفتاحية كل ما معدل زهور التصميم بتاعك سواء في محركات البحث بتاك جوجل او على الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع نفسه بتبقى كبيرة جدا فحط اكبر عدد كلمات مفتاحية على قد ما تقدر جميل جدا فان انا خلاص خلاصت الكلمات المفتاحية يعني عشان بس ما اطولش الفيديو فحطيت اهم كلمات مفتاحية طبعا انت حط على قد ما تقدر حط عشرين لحد خمسين كلمة كمان ده بيساعد ان فعلا تحقق مبعات كويسة جدا الكلمات المفتاحية هي سر النجاح اي شغل اونلاين على فكرة طيب هننزل بتاعت اتعلم على ما فيهاش اي مشكلة مناسبة لجميع الفئات الكاتيجوري بتاعها بتندرك تحت اي كاتيجوري بالزبط عندك البنتينج برينتز عندك الفوتو آآ فوتوغرافي عندك الدروينج ارت عندك الديجيطال ارت هي بتندرك تحت البنتينج او البرينت آآ او الديجيطال ارت اندي اي اي طبعا احنا عملناها بالاي اي اي فانا ممكن اختار الاختيار ده مفيش اي مشكلة بعد كده بيجيبلي الساب كاتيجوري هي بتندرك تحت هي هي انيمال حيوان هي حاجة خيالية هي فلاورز او نباتات هي طبعا انيمال فبختار الجزء ده يبقى انا هنا بختار الساب كاتيجوري رقم اتنين بيحاول ان هو يتخصص اقدر خلي بالك الحاجات دي كلها مهمة هو هلا بيساعدك والله مش قصة ان هو بيعقدك بكزة تفصيلة لا هو بيحاول ان هو يستهدف لك الجمهور اللي بيبحث ان الحاجة بتاعتك فدي حاجة تحسب للموقع وحاجة رائعة جدا طيب نيجي بعد كده هي بتندرك تحت ايه هل هي طيور اه دبابة اه جمال ايه فبتختار الحاجة المناسبة جميل كده فانا هنا خلصت خلاص التخصص بتاعي بكل التفاصيل وهاجي هنا لو انا علمت على الاخترار ده بقت الموضوع انت اللي بتحط السعر بتاع الصورة بتاعتك انت اللي بتحط كل التفاصيل دي طب الاختراري التاني اللي هو بتاع لو انت اللي عندك المنتج نفسه وانت اللي بتنشره على الموقع وبتالي لو ما حد بيجي يشتري انت اللي بتشحنه له يعني معنى كده ان انت ممكن تبني البزنس الخاص بك في دولتك الخاصة ان انت تعمل الشغل ده تعمل صفحة على الفيسبوك مسلا انت هتبيع مسلا وليكن في مصر فبتعرض الشغل بتاعك ده على الموقع ده والحاجات اللي انت بتعملها هناك او بتعملها على بتنشرها على صفحتك على الفيسبوك او الاستجرام ولما حد بيعمل مبيعة هنا بتبني ان انت تشحن هلو بنفسك في المنطقة او في البلد اللي انت عايش فيها فالموضوع هنا جامد جدا 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 طبعا انت بتحط السعر بتحط المقاسات بتحط كل حاجة ولكن دي بتبقى عاوزة ناس عندها خبرة شوية في موضوع آآ او ان هي بتبيع بنفسها او كتاجر طيب لو انت ملكش الدعوة بالقصة دي عاوزة الموقع هو اللي يشحن لك هو اللي يحصل لك الفلوس وكل الكلام ده هو والله هايتبع لك انت كل اللي عليك انك بتربح بس بتفعل اختيار ال بحق بشكل انت شايفه طبعا بيقولك والله ده بيبقى شكل التصميم بتاعك ده الصورة بتاعتك بيقولك بص وتأكد يعني هو بيقولك هنا في خطوات راجع الصورة بتاعتك هل في غلطة هل انت عاوز تعدل عليها هل انت عاوز تعمل تصميم تاني فبيقولك راجع على كل التفاصيل هو هنا كمان حتى عامل لك زوم بيقولك هل هنا انت لما عامل زوم في اي مشكلة انت شايفها عشان كده عملنا الخطوة بتاعة او تحسين الصورة عشان نشتري دماغنا من كل التفاصيل دي احنا عاملين صورة احترافية مفيش فيها ولا غلطة حرفيا طيب بتنزل بتاع بتقول له اكتيفيت طيب هتيجي تقول لي يا مبارك طب احنا ما حددناش هامش الربح بتاعنا للشغل بتاعنا احنا اقفع عنا كل الكلام ده ازا نحدد هامش الربح لو فتحنا كلمة هنا بتدوس او بتدوس عليها عادي جدا بيفتح لك الصفحة دي طبعا بيقول لك هنا ده هامش الربح لكل نوع من الانواع اللي التصميم بتاعك هيتحط عليها يعني عشان تفهم معي ده دلوقتي تصميم فيه الفريم وفيه القانفا وفيه الفاين ارت وفيه الميتر برينت وا 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 كل واحد من دول ليه سعر وليه هامش ربح فانت لما بترجع لولا كده بتبتد ان انت تحط هامش الربح للبرينت هنا طبعا هو بيقول لك الركوماند او المقترح هو 40% ولكن انا انصحك انك تشتغل اقل يعني حاول دايما كبداية لك في الموقع عشان تبقى اكتر والناس تبقى شايفة ان السعر ده بالنسبة لها حاجة فرصة ان هي تشتريها فانا انصحك انك تقلل فيه هوامش الربح لكل الانواع دي فطبعا انت لما بتدوس على اول حاجة اللي هي البرينتس بيقول لك والله دي كل المقاسات بتاعت البرينتس واي تغيير انت هتعمله هنا بيسمع معك تحت يعني ان انا بيقول لك كذا هامش الربح بتاعك هيبقى خمسة دولار لو انت عملته 40% وهكذا طيب البيار بيشتري بكام بيشتري بعشرين دولار في الآخر لعشرين دولار دي طالع منها السعر بتاع اطباعة والسعر للموقع وانت اللي هامش الربح بتاعك بيبقى خمسة دولار أربعين سنت طيب لو انا خليتها عشرين في المية هكسب النص ايه المشكلة مكسب النص ياعم مكسب اتنين دولار وسبعين سنت ايه ليه لازم اخليها كبيرة وايه المشكلة لو انا خليتها كمان عشر على فكرة يعني انا ليه منافس على الموقع وابتدي ان انا ابني قاعدة للمشتريين او الزباين ان هما ييجوا يشتروا دايما مني لان هما خلي بالك بيعملوا لك فولو وباي حاجة انت بتنزلها بيروح لهم بيها نوتيفيكيشن وده انت هتشوفه معي يا جماعة والله والله الموقع ده بالفيتشارز والمميزات اللي عليه هو كينزل حضرتك انا والله ما انا بدور على اللمشاهدات لان في ناس كتيرها تتقول لك انا بيدور على المشاهدات حقيقي المشوف هي منصة ربحية يعني يا جماعة الليوتيوب منصة ربحية مفيش منشئ محتوى شغال على اليوتيوب مش بيكسب من وراه انا بحاول ان انا اقفيت حضرتك تمام ده شغلي ده شغل على يوتيوب ان انا اقفيت حضرتك المشاهدات واللايك والحاجات دي بتبقى حاضرتك بتحاول شفت حاجة عجابتك حاجة انت استفدت بها بتبتد ان انت في في المقابل بتعبر عن ده عن طريق اللايك عن طريق اشتراكك عن طريق ان انت تفعل زر الجرس عن تشوف كل جديد بينزل والحمد لله بفضل لا انا بحاول دايما اقدم لحضراتكم كل ما هو متميز كل ما هو مختلف يعني موقع زي الموقع ده ولو حضرك بسيط على كل المواقع السابقة هتلاقي ان انا بشرح لك حاجات محدش شريحها والله محدش شريحها ولا المواقع دي ولا بنفس الاسطوب ان انا بحاول اشرحه لحضرتك املي وهدفي ويعلم ربنا ويشهد علي ان انا افيد حضرتك والله والله كلام وحسب عليه هدفي ان انا افيد حضراتكم لا اقصر ولا اقل وحتى المسابقة الاسبوعية اللي انا بعملها دي يعني غرضي منها ان حتى لو حضرك ما بتكسبش من المواقع دي ان يبقى فيه رسمها حتى لو صغير ممكن تبتدي بيه مشروعك تمام ممكن تعمل بيه اعلان ممول مثلا على الفيسبوك للشغل بتاعك على موقع زي ده فهو ده بيبقى هدفي ان انا افيد حضراتكم طبعا حضراتكم الحمد لله رب العالمين جمهور ومحبين فكرة تانية هم من افضل الجامهين والمتابعين على الاطلاق حقيقي دعموكم المستمر لي هو المشجعني وهو المخليني المستمر فكل الشكر وكل الاحترام والتقدير لحضراتكم طيب فالعشرة في المية لو انت اشتغلت بيها رائعة جدا ان انت تكسب على المبيع على واحدة دولار على كل مقاس من المقاسات دي انا بكلمك على اقل مقاس خالص في ناس بتاخد على حسب مقاس الحيطة عندها والقوضة وا 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 الاخره فبتبتدي تاخد المقاس اللي هي عايزة عشان كده قلت لك تقلل سعرك هتبيع اكتر طيب نفس الكلام ده تطبقه على كل الكلام اللي جاي طبعا هنا بيقول لك مثلا بالنسبة هي عشر في المية لأ خليها انت خمسة في المية يبهمش الربح بتاعك من اقل حتى مقاسة هو اتنين دولار قلل قلل في الحاجات دي كلها ده خليه برضو خمسة خلي السعر بتاعك اقل حاجة الميتال برينت عاوز اقول لكم ان الميتال برينت دي واللي متابعا يعرف ان انا شرحتها قبل كده على قازة موقع من اقوى واقصر المنتجات مبيعا في اللوحات الحقيطية او الديكورات الحقيطية دي بالذات يعني العب على اقل سعر برضو ليه يعني هتجب منها الدهب انا ممكن اخليها اتنين على فكرة ممكن اخليها اتنين في المية كمان انا عاوز اكسب على اقل مقاس دولار وعلى اكبر مقاس خمسة دولار رضا يعني انا بالنسبة لي ده حاجة قوية جدا طيب خلصت التفاصيل بتاعتي بدوس بترجع تاني عادي تكمل خطوة تتعرفت خلاص انت هتربح قد ايه من من الشغل بتاعك على الموقع خلاص انت مجرد انت عملت الاعدادات دي بتتسبت اوتوماتيك على اي تصميم انت بترفعها بعد كده دي انت بتعملها مرة واحدة عاوز تغيرها في اي وقت هتغيرها من كلمة بس خلي بالك اي تغيير بتعمله هيتطبق على القديم وعلى الجديد فانت هنا بتثبت هوامش الربح للابد مش للابد يعني ممكن تغيرها في اي وقت ولكن التعديل اللي بتعمله بيتطبق على كل طيب هن تنزل بتاعتي خالص دي بقى حاجة حلوة قوي من الموقع بيقول لك والله انت دلوقتي في خلال كمبتدأ في خلال السبع ايام التصميم بتاعك بيظهر على الصفحات الراقصية لتقريبا عشر اشخاص طيب لو انت دفعت دولار خطة مدفوعة والله التصميم بتاعك بيظهر لحواني مية وخمسين واحد في الاسبوع الواحد مش بس كده ده بيعليلك الترافك كمان ان انت تفضل التصميم بتاعتك تظهر للناس فدي حاجة حلوة بدولار واحد ولا اي حاجة لو انت اخترتها كد ممكن تشتغل بيها وممكن تشتغل بالطريقة المجانية انت مش محتاج ان انت تدفع الدولار ده حقيقة يعني يعني بس انت عاوز تعمله ده دولار مش هيكلفك حاجة وبيزود الترافك فليه لا ولكن الجميل كمان ان هو جاي لك في الخطوة اللي بعد كده بيقول لك اربط الفيسبوك بالنظام الاوتوبوست يعني اي اوتوبوست يعني انت لو عامل صفحة على الفيسبوك بتفعل الخيار ده وتعمل ما بينهم اي تصميم انت بترفعه على الموقع هيتطبق معك على طول على الفيسبوك نفس الكلام عند حضرتك على تويتر اوتو تويت نفس الكلام عند حضرتك على الانستجرام اربط الكلام ده كله اي تصميم انت بتعمله اوتوماتيك بيروح يسمع هناك في الصفحات بتاعتك والسوشيال ميديا بتاعتك انا ما شفتش موقع بيعمل النظام ده الا بنظام مدفوع والله العظيم فبجد الموقع رائع جدا 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 يا جماعة بعد كده بعمل عشان اخلص خلاص نشر التصميم بتاعي خلاص بقى هو ده النظام بتاعي هو ده الشكل التصميم بتاعي ده الاسعار بتاعت التصميم بتاعي طبعا الفريم دي برينت اللي فتحنا اهو من اول المقاس الصغير موجود سعر اتنين وتسعين انت عرفت خلاص التلماسات بتاعتك التحافظها بتربح منها كام فكل الحاجات دي موجودة العميل هو اللي بيشوفها وبيشتري على حسن ما هو بيشتري انت بتربح عندك الميتة اللي تكلمنا عليه بسبعة وسبعين دولار حاجة رائعة من اول برضو المقاس الصغير لحد المقاس الكبير ده شكل رائع جدا مش بس كده لو دوسنا على روم فيو طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده العميل هو اللي بيختاره بيظهر التصميم بتاعك كده ويقدر ان هو كمان يختار صورة الحيطة بناء على التصميم من الالوان بتاعته فبيقدر يركز هو يشتري ايه بالزبط مناسب للمكان اللي هو فيه طبعا فيه تقدر ان انت تعمل شير على الفيسبوك على تويتر على بانتريست هما بيساعدوك في حاجة زي كده ودي حاجة رائعة جدا جدا الحقيقة مفيش فيها اي مشكلة على الاطلاق خلينا نقفل مع بعض كده خلاص التصميم بتاعنا احنا خلصنا بيبقى ظاهر هنا اي تصميم انت بتعمله بيظهر جنب بعضي هنا التصميم كلها زي ما قلت لحضرتك ممكن ان انت تنشئ لعلاقة بالنوعيات معينة من التصميم ودي بتبقى حاجة حقيقة جميلة مفيش فيها اي مشكلة على الاطلاق طبعا من كلمة هنا بتقدر تشوف الاحصائيات بتاعت الشغل بتاعك حققت ايه المبعاد بتاعتك اه ارباحك الكلام ده كله بتشوفه في الخانة بتاعت الاستاتيستيكس طبعا في عندهم نظام او نظام الاحالات تقدر بتاخد خمسة في المية على اي حد بيجا عن طريق تسويقك للموقع دوت او تسويقك حتى لتصميم بتاعك وابتدر ان هو يجي واشترى منك تقدر انت تاخد خمسة في المية كمان عمولة زيادة على همش الربح بتاع الشغل بتاعك يعني دي حاجة برضو تحسب للموقع بصراحة حاجة رائعة جدا طيب خلصنا كل الكلام ده مبارك وفهمنا مميزات الموقع بنقدر نسجل ازاي طريقة السحب بتاعتنا تعال اوريك ان انت ده البروفايل بتاعك طبعا لو روحت على سيتنجز من انا بتدوس عليها هاتيك حضرتك تلاحظ ان هو هنا حاططت لك البيبل ان انت تربط حساب البيبل فقط لغ غير هو كان الاول حضرت لك فيزا كل الكلام ده طبعا انت لو دست هنا تقدر ان انت تحط الايميل بتاعك بتاع البيبل وتقول له طيب اه انابل توهاف ابيبل لو فتحناها بالشكل ده اه اه اف انابل اه اه تقدر ان انت تتواصل معهم طب بتتواصل معهم ازاي خلينا اقفل دي كده معك بتنزل لتحت كده خالص في حاجة اسمها هتدوس عليها هنا حضرتك بتكتيب لهم اه 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 مسد هنا في المسيج هتقول لهم والله انا عاوز اسحب الارباح بتاعتي عن طريق الفيزا او الموستر كارد او البيونير زي ما هما كانوا موضحين في الصفحة الرئيسية بتاعتهم طبعا بتعلم على ايام نوت الروبوت بعد كده بتقول لهم send article او انت بتبعت لهم الايميل طبعا الايميل بيروح على حسب الايميل اللي انت مسجد به فالمسيج هنا هتقول لهم والله انا عاوز اسحب الارباحي على البيونير مثلا خلينا اكتبها لك برضو فانا هنا كتبت يعني اه ايميل مختزر بسيط مفادئ ان انا عاوز اغير طريقة اه صاحب الارباح بتاعتي له حاجة زي الفيزا او الماستر كارد او البيانير او البنك الترانسفير لان البيبل مش متاح بالنسبالي يعني انت ممكن توضح ده ان البيبل مش متاح بالنسبالك فهنا هم هيتجاوبوا معاك والموقع بيدعم كل الطرق اللي احنا كتب نهاله في الايميل فهو مجرد ما هو يشوف طرق طريقة مناسبة من الطرق ان انت كتبها له يبتدي يقول لك والله خلاص اه اه ابعت لنا اه رقم الحساب البنكي ابعت لنا رقم البيانير بتاعك ابعت لنا الرقم الخاص بالتحويل الخاص بالفيزا بتاعتك ويبتدي ان حاجة تبعثهم له خلاص يبعثوا لك الارباح عليه ودي بمنتهى البساطة الخطوة اللي انت بتعملها خلاص الايميل بتاعك انت كتبت بتقول له سنت خلاص جميل جدا قال لك ان الرسالة بتاعتك تم ارسالها الارتبول بنجاح مفيش فيها اي مشكلة هقول له اوكي شكرا انت كده خلاص امورك تمام شغالة على الموقع طب يا موبالك هما مردوش عليا وبرده لازم ان انا اسحب بالبيبل عندك موقع شرحناه قبل كده زي عندك موقع كتيرة جدا بتسمح ان هما يدوك حساب بتحطوا يسحبوا عليه ارباحك بعد كده بيحاولوها لك سواق فده فهم كاش بقى بيونير بيتكوين زي ما انت عاوز والكلام ده كلمنا عليه اكتر من مولا ولكن تأكد ان الموقع بيساعدك في موضوع طرق الدفع دي بدون اي مشكلة على الاطلاق وبيساعدك انك تنتشر وتنجح بدون اي مشكلة على الاطلاق خالص موقع كان لقع استمتعت وانا بشرحه لحضراتكم بيسنس حقيقي تقدر ان انت تشتغل عليه مش بيشتتك بقى في زي مواقع تانية في اتباع عن الطلب زي المجات وملابس وشنط وكابس وكلام ده كله لا هو في بيسنس هنا في تخصص انت شغال عليه في ناس عاوزة الشغل ده تحديدا وبالتالي وجدت المواقع زي عشان الناس تقدر تشتري الحاجات المناسبة لها خصوصا انه بيحتوي على او مميزات ممتازة جدا في المجال بتاع اللوحات الحقيطية او اللوحات المعمولة بنظام التلوين المائي بكده اكون ختمت مع حضراتكم حلقة النهاردة يارب تكونوا استمتعتوا بيها يارب تكونوا استفدتوا ويارب يكون في معلومات قيمة قدرتوا تطلعوا بيها من حلقة النهاردة باشكر حضراتكم شكرا جزيلا متنسوش الاشتراك في المسابق الاسبوعية متنسوش اعملوا الاخوكم مبارك اللايك اللايك بيدعمني وبيشجعني اعملوا شير للحلقة الدليل على الخير كفاعله كمان خلوا الحلقة دي تنتشر قدر امكان اتمنى من كل قلبي ان الحلقة دي تحصل على الف لايك فيما ما فوق لانها فعلا حلقة ممتازة حلقة فعلا بتحتوي على معلومات قيمة شكرا لما لأخرى اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من فكرة تانية الالكام